كيف ردت الولايات المتحدة على هذه الاعتداءات إن كان في العراق وفي سوريا دعم الولايات المتحدة أكدت أن هذه الاعتداءات جاءت من ميليشيات تدعمها إيران ووضعت سلسلة من الأسباب المحتملة لهذه الاعتداءات أولها احتمال تغير مهام القوات الأمريكية في المنطقة من قوات عسكرية إلى قوات تقديم مشهورة أو الذكرى السنوية للضربة التي أودت بحياة قائد قوات القدس سليماني أو استمرار تواجد القوات الأمريكية بعد 31 ديسمبر الماضي وهو كان الموعد الذي قد أعلنت فيه الميليشيات عدم قبول وجود القوات الأمريكية في المنطقة ولكن البنتاجون أكد أن أي أن كانت الأسباب فإن الولايات المتحدة لن تتهاون في حماية عناصرها وقواعدها العسكرية وجنودها وشعبها في أي مكان يتواجدون فيه سواء في العراق أو في سوريا بعد أن أكد جون كيربي أن ميليشيات موالية لإيران هي التي تنفذ هذه الضربات هل من المتوقع أن يكون هناك أي رد أمريكي بحسب المتابعين للملف؟ نعم عادة ما تقوم الولايات المتحدة بالرد العسكري الفوري على اعتداءات من هذا القبيل وقد شاهدنا أن قواعد تابعة لميليشيات إيرانية تم قصفه من خلال الولايات المتحدة في سوريا وقد يكون هناك المزيد من الرد في الساعات المقبلة ولكن كما جرت عليه العادة الولايات المتحدة لا تتهاون في حماية مواطنيها أو قواعدها العسكرية أو جنودها في العراق أو في سوريا لأن هذا يعتبر بالنسبة لها خط أحمر ولا تقبل أن تتحاون فيه بأي شكل من الأشكال نعم ابقى معنا وسأنتقل إلى بغداد مع محمد فاضل مراسل الغد محمد أتوقف معك عند زيارة القاظمي لمقتدى الصدر أبعادها أهدافها وهل من نتائج؟ نعم حتى اللحظة طبعا السيد الكاظمي رئيس الوزراء العراقي وصل إلى الناجف اجتمع بعدد من الدوائر أو مدراء الدوائر هناك اتخذ عدة قرارات من ضمنها أنه سيشرف بذاته على أمور المحافظة يعني أنه سيكون بدلا من المحافظ الذي تخلى عن منصبه سيكون هو من يتولى هذا المنصب أقتا إضافة إلى مجموعة قرارات خدمية لكن حتى اللحظة لم يتتأكد الأنباع عن نية الكاظمي الزيارة إلى مقتدى الصدر في حال زيارته إلى مقتدى الصدر فإن هناك الكثير من الأمور سيتكلم معه فيها منها الوضع الأمني في البلاد الوضع السياسي في البلاد قضية ترشيحه مرة أخرى وتشيحه مرة أخرى لكي يكون رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة مدى قبوله مدى رفضه إضافة إلى علاقاته مع الكتل السياسية لكن هذا في حال لقاء الكاظمي بالصدر ولكن القاظمي وصل إلى النجف بحسب وسائل أعلام محنه نعم هو وصل إلى النجف هو وصل إلى النجف واجتمع بالدوائر الخدمية في النجف لكنه لم يذهب حتى الآن إلى بيت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هناك أنباء تواردت من الحنانة حيث مقر إقامة زعيم التيار الصدري بأن هناك استعدادات ربما لاستقبال الكاظمي لكن حتى الآن يعني هو وصل منذ ساعة من الآن أو أكثر من ساعة حتى الآن لم يذهب إلى حنانة لكي يزور السيد مقتدى الصدر في كل الأحوال ننتظر في حال زيارته التسريبات التي ستصلنا حول الأمور التي يتباحث فيها الكاظمي مع الصدر في حال قاهمة طيب أشكرك من بغداد محمد فاضل مراسل الغاد وشكر موصول كذلك من واشنطن لسهيل الشاعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر